الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلىه الله مغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمهات وانصر أخواننا والمستضعفين في فلسطين على عدوهم نصر مؤزراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم فلغنا تفسير سورة القمر الآية الثامنة والثلاثين وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ذكرنا في الدرس السابق قصة نبي الله الكريم لوط عليه الصلاة والسلام وذكرنا استطراداً بأنه لا يجوز أن تنسب الفاحشة فاحشة إتيان الذكران من العالمين لا يجوز أن تنسب إلى نبي الله الكريم لوط عليه الصلاة والسلام إلى اسمه كما يقول البعض والعياذ بالله وهذا أدب مع نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام وسألني أحد الإخوة بعد الدرس السابق قال إذن ماذا نقول قلت له لا يوجد هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يبرر بأننا ننسب هذه الفاحشة ليس إلى نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام بل إلى قومه لأنك لو نسبت إليك كفرت أصلاً نحن نعرف أنك تقصد قوم لوط لكن ليس من الأدب ليس من الأدب أنت لم تقل الذي يعمل عمل قوم لوط ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعول من وجدتموه يعمل لم يقل اللفظة الشنيعة التي تنسب إلى لوط عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فإما أن تقول من يعمل عمل قوم لوط أو تسميها بالسدومية قرأهم كانت اسمها سدوم كرأة سدوم يعني هل يعقل أن أهل الكتاب في السابق وهم الذين طعنوا في أنبياء الله وطعنوا في لوط عليه الصلاة والسلام يسمون الفحشة بالسدومية ونحن ننسبها إلى اسم الكريم نحن أولى بهذا صحيح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم نحن أولى بلوط منهم إذن نسميها ماذا؟ السدومية الذي يفعلها نقول له ماذا؟ سدومي وهذا موجود حتى في اللغة الإنجليزية سودومزم يعني سدومية سودومست يعني سدومي طيب ولقد راودوه وذكرنا بأن راود من المراودة راد يرود رودا هو المجيء والذهاب لمحاولة إكراه المكره ليفعل ما يكره يريد يقنعك بهذا الأمر يذهبون ويأتون يذهبون ويأتون هذه المراودة ولقد راودوه عن ضيفه لأن الأنبياء الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى لوض عليه الصلاة والسلام في صورة رجال في صورة شبان جميلي الوجوه عليهم الصلاة والسلام وهذه صورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا تمثلوا بالإنس الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة مادة خلقهم النور مادة خلقهم النور الملائكة أحسن أزاك الله أنا قلت أنبياء لا أخطأت ملائكة طبعا حين نقول بأن أصل خلقة الملائكة نور لا يعني أنه من نور كما أن أصل خلقتنا من طين هل نحن من طين لسنا من طين من لحم ودم أليس كذلك لكن أصل خلقتنا ماذا طين أصل خلقة الجن من نار هل هو نار نراه نارا لا أصل خلقته من نار فلما رأوهم والعياذ بالله استدرجهم الشيطان إلى حد فهم بما ظنوه لذ وقد ترد الإنسان لذته ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينا وذكرنا معنى طمسنا أي أزال الله سبحانه وتعالى حتى فتحة العين وذكرنا بأن هذا سهل جدا على الله سبحانه وتعالى يسير هو مجرد تغيير المعلومات الجينية سهل سهل جدا يتغير الكائن ترى بتغير المعلومات الجينية في الجينوم يتغير كل شيء لأن كل الوظائف كل الأعضاء كل طباع وخواص الأعضاء هي موجودة في الجينوم فمجرد تغير الجينوم يتغير الإنسان ولقد صبحهم بكرة فطمسنا عينا فذوقوا عذابي ونذر ونذر طبعا العذاب هو الذي جاءهم في الدنيا والعياذ بالله ونذر هو جمع نذير أي ونذير جمع نذير نذر جمع نذير طيب لماذا جمعها هل هي انذارات كثيرة نعم كل انذار من لوط عليه الصلاة والسلام طوال فترة دعوته إياهم كل انذار يعتبر منهم رفضا لهذا الانذار يعني كل ما ينصح فلا ينتصح بعدد النصح يعذب الذي لم ينتصح به يعذب فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم لا حد ما صبحهم من الصباح وهو البكرة بداية اليوم كما قال الله سبحانه وتعالى أليس الصبح بقريب كما قال تعالى إن موعدهم الصبح لأن خلاص ضاق لوط عليه الصلاة والسلام تخيل ضيوفك ضيوفك فابتهل إلى الله واستغاث فقال الله سبحانه وتعالى على لسان ملائكته إن موعدهم الصبح لا لا تستعجل أليس الصحوب غريب فهنا ولا قد صبحهم قل عياذ بالله يعني الانسان ينتظر في الصباح الخير يقول لك صباح الخير صح ولا لا بداية اليوم هؤلاء صباح الشر صباح الشؤم صباح اللعنة صباح العذاب الدائم الأبدي والعياذ بالله وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً من الإبكار وهو بداية اليوم أي استقبلهم في الصباح عذاب مستقر لاحظ معي في بداية السورة الله سبحانه وتعالى يستخدم بعض المفردات ويكررها هذا التكرار ليس عبثيا الله سبحانه وتعالى في بداية السورة ماذا قال وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ هنا وَلَقَدْ صَبَّحْهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٍ ترجع وَكُلُّ أَمْرٍ تهديد في بداية السورة الله أدده مهدد كفار من؟ كفار قريش يعني كُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ ذكرنا تفسيرها في الدروس السابقة نعيدها باختصار وَكُلُّ أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من خير وشر مُسْتَقِرٌ أي لابد لكل أمر قدّره الله لابد له من غاية ولابد له من نهاية يستقر فيها ويتحقق يعني كأنه يقول لهم ما نهددكم سترونه رأي العين كل أمر مستقر فهنا في آخر السورة ماذا قال وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً يذكرهم بالكلمة الأولى تحقق أو لم يتحقق وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ استقر عليهم وقع ثبوتاً أبدياً لا نهاية له العياذ بالله يعني إيش العذاب هذا يا رجل الإنسان يرتعد هلعاً إن قيل له سنقطع يدك مثلاً الآن لحظة واحدة بس نقطع يدك يرتعد صحيح؟ فما بالك بعذاب أبدي عذاب أبدي لا نهاية له ولا عياذ بالله وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ لاحظ كررها مرتين لشناعة ما أتوا به في البداية فطمسنا أعيناً فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَدْ صَبَّحُمْ بُكْرَةً عذابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ الأولى الله سبحانه وتعالى وصف بهذه الجملة فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ قالها لعذاب الدنيا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعيناً فَذُوقُوا الآن فارسلنا عليهم حاصبة حجارة من السماء ولقد صبحهم بكرة عذاب مُسْتَقِر فلما جاء بكلمة مُسْتَقِر والتي من معانيها الثبوت والدوام طيب كيف دوام؟ لأنه خلاص دوام الموضوع مش حجارة وماتوا لا هذا الموت بوابة تنقلهم من عذاب الدنيا إلى عذاب البرزخ ومن عذاب البرزخ إلى عذاب الآخرة عذاب متواصل مُسْتَقِر فقط الموت ينقلهم من عذاب إلى عذاب والعياذ بالله من زنزان التعذيب إلى زنزان التعذيب والزنزان الثاني أشد منه الأولى والثالث أعظم وأعظم لذلك كل ما ترونه في الدنيا لا يقارن بالبرزخ طوفان زلزال بيوت تدمر الأرض تنشأ لا شيء براكي لا شيء أمام البرزخ والبرزخ لا شيء أمام الآخرة فذوقوا عذابي ونذر لعذاب الآخرة وكرر هذه الآية أكثر من مرة ولقد يسرنا القرآن الذكر لاحظ ما يكررها بعد كل قصة القرآن عجيب أقسم بالله عجيب لمن يفهم القرآن والله العظيم يعني تأتيك أحيانا لحظات والله تقبل القرآن وتقول نحمد الله على هذه النعمة العظيمة يعني وأكررها دائما والله العظيم ليست كلمة أقولها بلساني لا والله من أراد السعادة فعليه بالقرآن من أراد الطمأنينة فعليه بالقرآن من أراد الهدوء النفسي وراحة البال فعليه بالقرآن من أراد جنة الله فعليه بالقرآن يا أخواني ولقد يسرنا القرآن للذكر ميسر ولذلك تجد أحيانا أعجمي لا يستطيع أن يتكلم العربية يحفظ القرآن كاملا مر عليكم أم لم يمر مر وموجودة الآن في اليوتيوب مقاطع كثيرة بهذا الشيء عجب هذا لا يوجد له مثيل في التاريخ البشري لا يوجد هناك القساوسة والحقامات والرهبان العهد القديم والعهد الجديد لا يحفظون علماءهم لا يحفظونهم ولا يحفظون نصفه ولا ربعه حقيقتان يحفظون مقاطع صغيرة هنا وهناك يستخدمونها في الوعظ والتدريس فقط لكن كحفظ لا يحفظونه لأنه لا يحفظ صعب أنا قرأت العهد القديم والعهد الجديد مرارا أنا أقوم أحيانا بعمل دراسات مقارنة بينه وبين القرآن والله العظيم أقبل القرآن يعني اللهم لك الحمد شيء عظيم جدا ولقد يسرنا القرآن للذكر وذكرنا هذا مرارا بأن الذكر هو ذكر اللسان وذكر أيش؟ القلب والعقل ذكر اللسان سهله لك وذكر القلب اتعاض القلب وذكر العقل تدبر العقل كل أنواع الذكر فهل من مدكر؟ يسرناه لكم هل من متعظ؟ متذكر يعني متعظ ولقد لاحظ معي الآن تغير الأسلوب ولقد جاء آل فرعون النذر كل القصص السابقة كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزوج صحيح؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت ثمود بالنذر كذب قوم لوط بالنذر إلا فرعون بدايتها ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها لأن فرعون مختلف مختلف عن كل هؤلاء ما وجه الاختلاط وجوه كثيرة جدا لن نذكرها كلها لكن سنذكر بعضها ولقد جاء آل فرعون النذر فرعون يا أحبابي هو أعظم طاغوت في التاريخ البشر أعظم طاغوت في التاريخ البشر والعجيب حين تقول أعظم طاغوت أنت تتخيل تقول هذا أي شي يسوي هذا هذا متوحش هذا ديكتاتوري صحيح هذا إنسان متخلف فرعون من أهم صفاتي كان يستشير كان يشاهر المقربين منه فرعون قال ذروني أقتل موسى ولي أدعو ربه يا رجل أنت فرعون تستشيرهم يستشيرهم شوف المكر مكر ودهاء غير عادي وحضارة عظيمة جدا إلى اليوم البشرية تقف أمام حضارة فرعون منبهرة والله ولا أشك في ذلك لو جئنا بأحد المنافقين اليوم من أمتنا وجئنا به إلى عهد فرعون لقال لبني إسرائيل ما لكم أنتم بالمشاكل؟ فرعون حضارة يا متخلفين يا بني إسرائيل أنتم أتشاه في النفسكم أنتم متخلفين ترى هو المنطق نفس المنطق ترى فرعون يستشير فرعون أقام حضارة أنتم إيش أقمتوا إيش صنعتوا ما صنعتوا إلا عجلوا عبدتوا إيش صنعتوا متخلفين أنتم فرعون كان يستشير أنتم حتى موسى عليه الصلاة والسلام آذيتموا الذي جاء لخلاصكم تدمير منطق النفاق هو واحد وفعلا أقام حضارة عظيمة فرعون ومع هذا لاحظ معي القرآن كيف يغير المفاهيم عند الإنسان الحضارة الحضارة المدنية لا تعني لله شيئا إيش شريد بحضارتك هو خلق السماوات والأرض قوانين مذلة مرعبة إيش أنت أنت مستنسني على كم ناطحة سحاب هو يسير الكواكب والنجوم والأفلاك هو يحفظ توازن الذرات من أنت فهو لم يخلق على هذه الأرض من أجل هذه الحضارة بل من أجل العبادة واستخدام الحضارة لنصرة العدل فالحضارة وسيلة عند الله سبحانه وتعالى وليست غاية أمرك بإقامة الحضارة ليس لذات الحضارة وكم من إنسان أقام حضارة وهو مجرم يعني مثل عصابة عصابة مخدرات ولكن عندهم عمارة وقمة في النظام وأمير أمير رئيس العصابة بكرفتها وبدلة ومضبط أموره ومكتب وسكرتير وأموره تمام يدخل العمارة يذهل إيش هذه تطور غير عادي عصابة يا حبيبي صحيح تطور عشان يمشون أمور العصابة فوجود هذه الحضارة لا تعني لله شيئا أنت ممكن تستخدم الحضارة كما نرى اليوم أكبر حضارة في التاريخ البشر اليوم هم أكبر مجرمين في العصر البشر كل بلاء الأمة منهم ماذا نفعتهم الحضارة بالعكس زادتهم طغيانا وفجورا كذلك فرعون ففرعون بلغ الغاية في الحضارة وبلغ الغاية في المكر ويستشير ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف ويبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون يخاف من موسى أن يفسد في الأرض أنت متخيل؟ فرعون يقول يا جماعة ترى موسى مفسد في الأرض فرعون الذي قال الله عنه يذبحون أبنائكم ويستحيون الإنسان لا إحنا نظن أننا ذبحنا الأطفال من ذات الجريمة لابدا لمصلحة الوطن إحنا رأينا أن هذه الأمة أمة بني إسرائيل أمة شقية أضرتنا أردنا أن نقيم بهم حضارة لكنهم أبوا وهم يريدون أن يعملوا تمزيق في الوحدة الوطنية فإحنا لمصلحة الوطن لمصلحة الأمة فعلنا هذا الفعل ونحن آسفون لكن أحياناً أحياناً الجراح يضطر إلى أن يبتر العضو الفاسد مضطرون لكل فرعون مبرراته لكل فرعون مبرراته ولقد جاء آل فرعون النذر لاحظ معي لذلك لأنه يستشير فالله سبحانه ماذا قال آل فرعون لم يقل ولقد جاء فرعون لأنه أحاط نفسه بأقربائه وهذه عادته معادة الملوك يجمع الأقرباء لأنه يأمن عادة طبعاً لا أمان ممكن الأمان في السابق أكثر من الأمان الآن لكن كان يجمع الأقرباء حوله الآل هم الأقرباء وأرصق الناس بالإنسان فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد جاء آل فرعون النذر لكن الله سبحانه وتعالى قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون إذن هناك رجل من أقرباء فرعون كان مؤمناً قريب لفرعون مو قريب بالمنصب لا قرابة نسب ولكل عصر فرعون ولكل فرعون رجل مؤمن من آله وهذه سنة لا تتغير ولا تتبدل ولقد جاء آل فرعون النذر جمع نذاراً ونذير كذبوا بآياتنا كلها لماذا؟ لأن الآيات كانت تسع كما قال الله سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك كم في سورة النمل في سورة القصص أسرك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك زناحك من الله في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين فالله سبحانه وتعالى أرسل إلى آل فرعون كم آية؟ تسع آيات فأنت عندك فأرسلنا عليهم الطوفان في سورة العرب والقمل والجراد والدم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آياتهم فالصلاة فاستكبروا وكانوا قومهم مجمع آيات خمسة ثم قال ألقيها موسى فألقاها فإذا هي حية تسعة صحيح فوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كله فرق كالطود العظيم هذه أيش؟ العصى ضرب الفلق البحر وأيضاً أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير السوء صحيح؟ طيب أيش التاسعة؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم من الثمرات العلم يذكرون هذه تسعة ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالفقر السنين جمع سنة والمقصود بها الفقر السنة المجدبة ونقسم من الثمرات اللي علهم يذكرون تسع آيات يعني إذا آية واحدة تقول صدفة تسع آيات خلاص واضحة لكن فكذبوا بآياتنا كلها يعني حتى تخيل فلق البحر فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر كان عددهم كبير بني إسرائيل يعني بعض الروايات عن ابن عباس وابن مسعود أنهم فوق ستمائة ألف شخص فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق خلاص لأن الله سبحانه ماذا يقول فلما تراء الجمعان خلاص تراء الجمعان كل واحد منهم رأى الآخر ففرح ثرعون وجنوده وارتعد قوم موسى عليه الصلاة والسلام فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إننا لم أدركون أدركون فموسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدي هل كان يعرف موسى ماذا سيحدث لم يعرف طيب لماذا لم يخبره الله بالأحداث سنة الله لا يخبرك حتى النبي يعطيه فقط ما يحتاج إليه لتبليغ الرسالة فقط كما قال سبحانه وتعالى ولو كنت أعلم الغيبة لا استكثرت من الخير فلم يعرف موسى لكن مؤمن لأن الله أخبره بأن هناك حجات ثلاث لا يعرف ماذا سيحدث بالضبط فلم قال قال كلا إن معي ربي سيهدي فأحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر طيب لماذا قال له اضرب بعصاك البحر لماذا لم يفلق البحر مباشرة قادر أو ليس بقادر قادر لكن سبحان الله العظيم جعل لكل شيء في هذا العالم سببا حتى وإن كان السبب لا يؤثر حتى وإن كان السبب لا يؤثر وهزي إليك بجذع النخلة هل إنسان يستطيع أن يهز النخلة ويسقط جذع النخلة لا يهز قوي جدا لا تسقط لا يسقط الثمر منها لكن فقط بذل السبب الله يحب بذل السبب هو أقام هذه الدنيا على بذل الأسباب لذلك اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ماذا قال فرعون خلاص آية قال لقومه انظروا كيف انشق البحر لهيبتي انظروا كيف انشق البحر لهيبتي وكذلك يمكر الله سبحانه وتعالى بالماكرين فتقدم وتقدموا وراء فكانت نهايتهم سبحانك الله ومحمدك نشألو أن لا إله إلا أنت نستخدمك ونتوهنين